الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلم الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحياكم الله أخواني الكرام وأخوات الكريمات في هذا البرنامج برنامج صحيح الإمام البخاري هذا البرنامج الذي نتناول فيه شرح هذه الأحاديث التي جاءت في الجامع الصحيح لإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى والذي قال عنه العلماء إنه أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى نتناول هذه الأحاديث بالشرح والتوضيح والتبيين نذكر أهم الفوائد التي جاءت في هذه الأحاديث وكذلك نذكر أهم مقاصد سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأحاديث المباركة أخواني الكرام أخوات الكريمات ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل فانتظرونا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشة أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت قال ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه أهلا وسهلا بكم إخواني الكرام وأخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعد أن استمعنا لهذا الحديث ونزال معكم في شرح كتاب صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى وكنا قد وصلنا في شرح كتاب الرقاق حديثنا هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بوابه البخاري بقوله باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشة أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت قال ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه أخواني الكرام أخوات الكريمات هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن عند الموت يتلقى المؤمن البشارة من الله عز وجل بالجنة ويجد الكافر ما توعده الرب جل وعلا من العذاب وفي هذا الحديث أنه عند الخاتمة وحضر الموت وكشف الغطاء فأهل السعادة يوشرهم الله سبحانه وتعالى بما لهم بعد الموت يحبون هذا اللقاء لقاءهم مع الله سبحانه وتعالى وأما أهل الشقاوة وأما أهل الذنوب وأما أهل المعاصي قد كشف لهم عن حالهم فكرهوا الورود على ربهم لما تيقنوه من تعذيبه لهم فالله تعالى أبعدهم عنه جل وعلا وهذا معنى كراهة الله عز وجل وهذا معنى كراهته لقاءهم لقاءهم أما قوله شخص البصر أي ارتفاع الأجفان إلى يعني إلى فوق وفي هذا الحديث يتبين أن البداءة دائما تكون بأهل الخير أهل الذكر أهل العمل الصالح وكذلك الجزاء من جنس العمل كل ما تفعله تلاقيه عند ربك جل وعلا إذن فما من حي على وجه الأرض ولا في هذا الوجود من الخلق إلا ومآله إلى الموت كما قال ربنا سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وما من مخلوق إلا وهو يدافع الموت ويكرهه ويكره لقاءه وكراهية الموت لا تعني أن العبد المؤمن يكره لقاء الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذه الحقيقة حقيقة هذا الأمر كما في الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه أما الكافر فاسمعوا ماذا يقول النبي عنه صلى الله عليه وسلم يقول وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا أَمَامَهُ كَرِهَ لقاء الله وَكَرِهَ اللَّهُ لقاءه هنا يقول الإمام أبو عبيد قاسم بن سلام رحمه الله يقول ليس أي المخصوب بالحديث كراهة الموت وشدته لأن هذا لا يكاد يخلو عنه أحد ولكن المذموم من ذلك إثار الدنيا والركون إلى هذه الدنيا وكراهية أن يصير إلى الله والدار الآخرة وقال ومما يبين ذلك أن الله تعالى عاب قوما بحب الحياة فقال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون يقول النووي معنى الحديث أن المحبة والكراهة التي تعتبر شرعا هي التي تقع عند النزع في الحالة التي لا تقبل فيها التوبة صلى الله عليه وسلم حيث يكشف الحال للمحتضر ويظهر له ما هو صائر إليه وهذا قد سمعنا عنه كثيرا من هذه الحالات أن الإنسان عند النزع يحصل له ذلك وعياذ بالله وفي كراهة الموت في حالة الصحة هناك تفصيل كما ذكر أهل العلم قالوا فمن كرهه إثارا للحياة على ما بعد الموت من نعيم الآخرة كان مذموما ومن كرهه خشة أن يفضي إلى المؤاخذة يعني كأن يكون مقصرا في العمل ولم يستعد له بالأهبة بأن يتخلص من التبعات ويقوم بأمر الله كما يجب قالوا هذا محذور لكن ينبغي لمن وجد ذلك أن يبادر إلى أخذ الأهبة حتى إذا حضره الموت لا يكرهه بل يحبه لما يرجو بعده من لقاء الله تعالى كما قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم آياته قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إذن ففي تلك اللحظات يتعين أو يعاين المؤمن هذه البشارات ويسمعها من الملائكة يسمعها من رسول الله سبحانه وتعالى في تلك اللحظات يعاين مكانه ويعاين مقعده من الجنة فهو يتشوف ويستعجل لأن يصل إلى ذلك المآل كيف لا يستعجل وهناك أعظم النعيم وأكبره وأشرفه وأجله وهو رؤية الله سبحانه وتعالى وحينئذ يعني حينما سبق إلى نفس المؤمن حب لقاء الله أحب الله لقاءه وهذا هو الاستبشار الذي يستبشر فيه المؤمن والمسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته ومرضاته وآخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر